قالت منظمة فرونتلاين ديفندرز الحقوقية أن عدة دول من بينها مصر وسوريا والعراق واليمن شهدت انتكاسات في مجال الحقوق والحريات نتيجة ممارسات الحكومات الاستبدادية وانتشار الصراعات المسلحة ورصدت المنظمة في تقريرها السنوي أسباب الانتهاكات التي ترتكبها حكومات عدة دول لتضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أصواتهم لا تزال تصدح في أكثر من بلد النشطاء والحقوقيون لا يتوقفون عن التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان بشدة الوسائل والأدوات يسعى هؤلاء للدفاع عن حقوق غيرهم من الانتهاك والاضطهاد والاعتقال والحبس والتعذيب بينما حقوقهم مهظومة في التقرير السنوي لعام 2016 نقلت منظمة فرونت لاين ديفندر صورة أكثر قربا لواقع هؤلاء النشطاء في مصر والعراق والسوريا واليمن ودول أخرى في ظل حكومات وصفها التقرير بالمستبدة وفي خضم نزاعات قاتلة باتت حائلا بينهم وبين طموحهم في نيل حقوقهم بعيدا عن سطوة السلاح والسلطة التقرير سجل استخدام حكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحظر السفر والاعتقال والتعذيب كأهم أساليب التضييق على حقوق الإنسان والحريات في أكثر من بلد خاصة ما يتعرض له النشطاء في مصر منذ عام 2011 كان هناك انفتاح سياسي في مصر عام 2011 كانت حالة التعذيب قلت بشكل ما لكن اليوم في مصر عدنا في ممارسات التعذيب بشكل ربما أقصى مما كان وقت الرئيس مبارك حالات القتل خارج نطاق القانون أيضا تم رصدها من أبرز الأمثلة جوليوريجيني الباحث الإيطالي اللي تم خطفه وتعذيبه وإلى اليوم الحكومة المصرية تسعى إلى تكميم الحقيقة في هذه القضية التقرير انتقد بشدة سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول تمس الحقائق والتنصل من تقديم المنتهكين لحقوق الإنسان إلى العدالة تبني قضية ضدهم مبنية على ملفات سرية لا يمكن حتى لمحامية المدافعين أو المدافعات عن حقوق الإنسان أن تعرفها الولايات المتحدة التي كانت الملهمة لحاملي شعلة الحرية في العالم باتت اليوم في عهد الرئيس دونالد ترامب في مرمى الاتهامات لخطابه الذي وصفته منظمة فرونت لاين ديفندر بالمنافع لحقوق الإنسان والمشابه لخطاب نظيره الروسي فلاديمير بوتين ما يستدعي بحسبها تحركا من قبل النشطاء قبل فوات الأوان يدافعون عن حقوق الغير ولا مدافع عن حقوقهم صورة سوداء رسمها التقرير السنوي عن وضع الناشطين في مجال حقوق الإنسان في العالم صورة لم يبدد من قتامتها سوى بعض الحالات التي تحدت العقبات واستطاعت أن تغير وتطور مجتمعاتها جين العموى التلفزيون العربي لندن